قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام عليكم بتلاوة القرآن فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة قيل لقارئ القرآن اقرأ ورقه فكلما قرأ آية يرقى درجة كما لا يخفى عليك أيها المشاهد العزيز أن قراءة القرآن دون تدبر وتأمل سوف لن ينتج أي ثمرة وتكون القراءة مجرد لقلقة لسان وذلك لأن قراءة القرآن نوع من أنواع العبادة أو كل طريقة من طرق العبادة والخشوع والاستهضار القلبي والتدبر والتأمل في العبادة أمر ضروري لتحقيق الهدف الأساس وهو القرب الإلهي وما خدقت الجن والإنس إلا ليعبدون ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية قيدا مهم وهو المعرفة فالعبادة الحقيقية دون معرفة لا تتحقق كثير مننا يقرأ القرآن من أجل تحصيل الثواب أو من أجل إهداء الثواب إلى الموتى أو الأحياء وهذا أمر جميل ولكن هناك ما هو أجمل وما هو أحسن ألا وهو أن نقرأ القرآن على نحو التدبر هناك نوعان من الناس هناك مدبر وهناك متدبر المدبر هو الذي يقرأ القرآن قراءة صورية من دون أن يستفيد من دون أن يتعظ من دون أن يأخذ العبرة هذا شخص مقبل بلسانه لكنه مدبر بقلبه مقبل بلسانه يقرأ القرآن وربما يحفظ القرآن ولكنه مدبر ومعرض بقلبه وهناك نوع آخر من الناس المتدبرون المتدبر هو المتأمل في آيات القرآن هذا التأمل في آيات القرآن بنحو يقود إلى فتح القفل على القلب وعلى الروح أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذا تأملنا في تدبير القرآن لآياته ولحقائقه كان ذلك تدبرا فسوف نرى أن القرآن صرف هذه الحقائق بنحو جعلها مترابطة متوالية متتابعة يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا بنحو متناسق لا يصدر إلا من الحكيم تبارك وتعالى فهل نحن مدبرون أم نحن متدبرون المدبر من يقرأ القرآن هذه القراءة الصورية وقلبه آثم معرض والمتدبر من يدبر نفسه بتدبير القرآن من خلال تحزين النفس واستثارة الأمراض والأوبئة لتعالجها بالقرآن اعرض نفسك على القرآن فسوف تكون متدبرا بالقرآن الكريم وفي القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب